البداية إذن من أوكرانيا ففي وقت لا تزال مشاهد الجثث والمقابر في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تتصدر المشهد دع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جرائم الحرب التي ارتكبها في أوكرانيا وبدأ مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن ما اعتبرت عملية إبادة في بوتشا في حين اعتبرتها موسكو مجرد مسرحية مفبركة من كييف ويلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زينينكسي كلمة أمام مجلس الأمن لمناقشة ما شاهده بنفسه في بوتشا من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه من الواضح أن القوات الروسية مسؤولة عن الفضائع في هذه البلدة لكنها أقرت بعدم تأكدها تماما بعد من طبيعة الوحدات التي كانت تعمل في المنطقة إلى ذلك دعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة اليوم عبر ممرات آمنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة المشهد الأوكراني أرحب بضيوفي أرحب بضيفي هنا في الاستيديو سيد محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي وأرحب من لندن أيضا بضيفي سيد حسن زيتوني الكاتب والإعلامي أهلا بكم وضيفين على هذه الحلقة بداية سيد محمد كيف تنظر للخطوة الأوروبية من قبل عدد من الدول الأوروبية بطرد دبلوماسينا روس خلينا نقول أنها تأتي في السياق بشكل واضح الاستراتيجية التي تتبعها القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من مزيد من العزلة على روسيا محاولة غلق الاقتصاد الروسي تماما أعتقد أن هذه الخطوة هي استكمال للمصار الذي أشرت إليه في السابق والذي تحدثت فيه عن أنه ربما تكون أوكرانيا هي أحد استراتيجيات التي منحت للرئيس الروسي كي يقع في مستنقع ما يمكن أن نسميه مستنقع لا يمكن الخروج منه وبالتالي كل هذه الإجراءات هي إجراءات في السياق ما يمكن أن نسميه غلق الاقتصاد الروسي صارت مزيد من المشاكل للرئيس الروسي نتيجة ازدياد المعاناة الاقتصادية في داخل روسيا وكذلك تهميش روسيا من الوجود في المجال الدولي وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات الأمم المتحدة وكذلك قدرتها على التمثيل الدبلوماسي الخارجي نحن نتحدث عن طرد ما يقارب من 35 دبلوماسي من فرنسا 40 من ألمانيا إضافة إلى أن أسبانيا اليوم تحدثت عن ما يزيد عن 25 دبلوماسي سيتم إخراجهم من أسبانيا وبالتالي نحن أمام استراتيجية متصقة مع الهدف الرئيسي في تقدير الذي تسعى إلى القوى الغربية سيد حسن زيتوني روسيا هددت أنها سترد بنفس القوى وبنفس الطريقة أي تطور دبلوماسي متوقع بين روسيا والدول الأوروبية؟ بالنسبة لهذه الاستراتيجية إن كانت استراتيجية غربية فعلا فأعتقد أنها استراتيجية سخيفة بأتم بكل المقاييس والمعايير طرد الدبلوماسيين لا يغير في المعطاق شيئا وبالتالي فهذه إجراءات هي إملاءات أمريكية بالدرجة الأولى في محاولة للضغط على موسكو ولكن أعتقد أن روسيا كانت تتوقع مثل هذا الرد الأوروبي والغربي وبالتالي فهي لا تعتقد بأن طرد الدبلوماسيين من سفاراتها سيؤثر بشكل أو بآخر أنا أتساءل سعر البنزين الآن في محطات الوقود هنا في لندن اقترب من الجنيهين للليتر الواحد في موسكو ستين روبل أقل من دولار من الذي يتعرض فعلا للضغوطات ومن يواجه هذه الصعوبات ومن يواجه تعقيدات اقتصادية فعلا عندما يطلب الرئيس الروسي الآن من الدول الأوروبية أن تسدد فواتير الغاز والكهرباء والطاقة من الغاز والنفط بالروبل وإذا تعذر استخدام الروبل فليدفعوا بالذهب فمن يتحكم في القرار يتور أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة وأعتقد أن روسيا والرئيس بوتين شخصيا كان على دراية كاملة بما ستقدم عليه الدول الغربية ودرس الموضوع بتفاصيله والتحضير لهذه الضربة العسكرية والحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست وليدة الصدفة وإنما تم التحضير لها لأنه كان هناك مخطط غربي مدروس ومحدد وبدأت تنكشف حقيقته بعد دخول القوات الروسية وانكشفت كثير من الخفايا التي كانت تنوي الدول الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية للإخلال بالأمن القومي الروسي تحت مظلة توسيع منظمة حلف شمال الأطلسي شرقا سيد محمد في ظل هذا التصعيد الدبلوماسي الواضح أو الاستراتيجية كما وصفتها تجاه روسيا التصعيد في مشهد بوتشا هذه الصور المتواترة عما يقال بأنها جرائم حرب فعلية في هذه المنطقة في المقابل روسيا تنفي أين تكمن الحقيقة؟ من الصعوبة بمكان الوصول إلى قول حاسم في هذا الأمر قبل إجراء تحقيق تجريه جهات يعتمد عليها ليست من روسيا بطبيعة الحالة لأنه نعلم أن النظام الروسي كيف يتعامل مع هذا الأمر ولكن على الجانب الآخر ما تم الكشف عنه الصور الجثة صورة لا كمان شركة ماكسيمر الشركة المعلومات الأمريكية وهي شركة محترمة نشرت اليوم من نيوركي تايمز صباح اليوم صور مقارنة ما بين الصور التي بست من خلال الفيديوهات التي تم تصويرها لهذه الجسس والصور المعاصرة لذات التوقيت الذي كانت فيه هذه الجسس في الشوارع وهذه تقنية شديدة الدقة تؤشر إلى أن هذه الفيديوهات لم يتم التلاعب فيها أو التدخل فيها من جانب بالاصطناع أو ما إلى ذلك وهما يؤكد أن هذه الصور ليست مفبركة والمقارنة واضحة من خلال الفيديوهات لقد شهدتها بنفسي اليوم صباحا وتم التأكيد على أن صور الأخمار الصناعية الملتقطة وهذا ما يؤكد إلى أي حد هذه الحرب يتم إدارتها بشكل فيه قدر كبير من الدقة هذه الجرائم لم تعد من السهولة التلاعب بها ولم يعد هذا الأمر جائزا الصور تظهر بالتحديد يوم 11 و12 مارس لنفس الجسس ملقى بدوائر يتم الإشارة إليها داخل هذه الفيديوهات وهما يؤكد أن هذه الصور ليست مفبركة ولم يتم إصطناعها قبل كل شيء يجب أن نقول أن هذه الاتهامات يجب أن يجرى فيها تحقيق رسمي وبالتالي الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الصياق ما يعنيني أنا هي الصورة الكلية الصورة الكلية التي يجر أو تجر فيها روسيا من خلال عملية إظهار الوجه الذي تمارس به القوات الروسية هذه الممارسات عندما نشاهد جسس مقيدة ويتم إطلاق النار عليها أو يتم تعذبها قبل قتلها كل هذه الصور ربما تؤكد ما تحدثت عنه من استراتيجية تسعى بيها الدول الغربية بكل تأكيد إلى تهميش وإقصاء الجانب الروسي حتى من المؤسسات الدولية وهذا إلى حد ما به مؤشرات في غاية الخطورة لأن النظام الدولي دائما مقام على فكر التوازن القوة ما بين العناصر المتصرعة في النظام الدولي الآن عندما نتحدث عن أن قوة كبيرة كروسيا من الناحية العسكرية كحد أدناء الوحيدة التي تملك القدرة التدميرية لتدمير الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى هذه الحالة من التهميش والإقصاء فهذا له عواقب وخيمة على النظام الدولي عطفا على ذلك سيد حسن في إطار ممارسة هذه القوة القصوى والتصعيد الأقصى ضد روسيا الولايات المتحدة وألمانيا أيضا تحدثت عن عقوبات قادمة على روسيا هل يمكن هذا أن يغير من سلوك روسيا الآن في أوكرانيا في ظل كل هذا الضغط وأقصى أنواع الضغط الدبلوماسي والاقتصادي القوات الروسية ذكرت اليوم بأنها حققت في بعض الأشرط التي تشير إلى وجود هذه الجريمة وتقول إنها مزيفة وطالبت من مجلس الأمن الدولي أن يعقد جلسة طارئة لنظر في ذلك ولكن هذا المجلس رفض الإنعقاد وعلامات استفهام كبيرة حول هذا القرار في حين أن هذا المجلس يوافق اليوم على الاستماع إلى الرئيس الأوكراني للحديث عن ما شاهده عندما تجول في مدينة بوتشا وبالتالي فنفهم الآن ما هي المعايير التي يستند إليها هذا الذي يوصف بالمجتمع الدولي أو النظام الدولي وبالتالي فتفنيد مثلها ونحن نعرف جيدا وأنت تعرفين جيدا أن في مثل هذه الحروب وفي أكثر من موقع تم تزييف كثير من الأشرط وتم وضع الجثث وتم يعني فبركة كل هذه ولكن حتى الآن يعني سيد حسن لا يمكن الإقرار بأنها مزيفة أو غير مزيفة يعني لا يوجد دلائل حقيقية على كلتا الحالتين يعني زميلي ذكر الجانب لي أنه هو شاهد الصور وحكم عليها بأنها حقيقة هو لم يؤكد هو لم يؤكد هو لم يؤكد والقوات الروسية نفسها نشرت بيانا قالت فيه بأن هذه الصور وهذه الأشرطة مزيفة على الآن التحقيق هو الذي سيحكم في الأمر كما تتذكرين عندما جاء كولين باول إلى مجلس الأمن وقال بأن الأقمار الصناعية رصدت أسلحة دمار شامل لدى العراق اتضح ذلك بأنها كذبة وافتراء وتحطيم دولة برمتها وقتل الملايين من الأطفال يعني أنت ألا تعتقد سيد حسن أن الروس ليس ضمن استراتيجيتهم استخدام هذه الأداء التي استخدموها في سوريا وسوريا كانت شاهدة أيضا على ذلك حتى هذا الجانب السوري ولا تزال علامات الاستفهام كبيرة ومطروحة حول استخدام الغازات السمة واستخدام جرائم ضدها فهذه كلها ما زالت رهن التحقيق ولم يتأكد سواء كانت من النظام السوري أو من القوات الروسية أو من أي جهات أخرى وبالتالي فلا نستبق الأحداث ولا نحكم على هذه الأمور بشكل مسبق ما دام أن التحقيقات جارية وصدقيني والله أنا لا أدافع عن أي طرف وإنما أقول لك أعرف جيدا بأن هناك مؤسسات مهنية في العالم تقبض الملايين من أجل أنها تذهب وتلفق مثل هذه الفيديوهات وتصورها بطريقة جيدة وتباع للجهات التي تدفع وهذا جرى في أكثر من موقع وهذا ما يجري الآن في أوكرانيا بالضبط قوات روسية دولة قوية مثل روسيا لا أعتقد أنها تذهب لقتل الأبرياء في دولة معظم سكانها من القوميين الروس من الأقليات الروسية وبالتالي فأعتقد أن هناك مبالغة في هذا الأمر أعود للأستاذ نعم أعود للسيد محمد يعني ما رأيك في هذا الطرح سيد محمد يعني في النهاية نحن لن نتبنى وجهة نظر معينة نتحدث عن الأراء وعن الشواهد هل هناك محاولة فعلا لشيطنة روسيا كما يبدو واضحا في آلة الإعلام الغربية لا هو المؤسف في الموضوع أن يؤخذ الهجوم الأمريكي على العراق والذي انتقدناه والذي وصفنا ما تم فيه بأنه عمل إجرامي وعمل تدميري ولا يجوز توظيف هيئات الأمم المتحدة كوسيلة للهجوم على بلدان ومحاولة تغيير أنظمتها بالقوة هذا هو الموقف الذي يجب أن نؤكده في هذا السيارة وهو بالتالي قياسا حتى لا نصبح مزدوجي المعايير أن ندين أيضا أي محاولة من الجانب الروسي لاستخدام القوى المفرطة في مواجهة المدنيين وفقا للصور التي شاهدناها الآن ولا يمكن الرد على الموقف الأمريكي بممارسة نفس الممارسات التي مارسها الأمريكان سواء كان في العراق أو في دعم أي نظام هذا على المستوى الأول مستوى الثاني ما يتعلق بفكرة الاتهام أو إطلاق الاتهامات والعنان للاتهامات لكل الجهات باعتبار أن كل يتآمر والكل لا هناك مسألة نسبية عندما نتحدث عن روسيا نتحدث عن نظام شمولي يسيطر على كل شيء ولا يسمح لوجهة النظر بالوجود ولا يسمح حتى لوسيلة إعلامية واحدة بأن تتحدث بأي صور وحال المعارضة معلوم وحال وسائل الإعلام معلوم في روسيا على الجانب الآخر عندما أتحدث عن صور جاءت بها شركة مستخلة لا اسمها ماكسر وهذه الشركة شركة متخصصة في وسائل الإعلام ماكسر وهذه الشركة متخصصة في الساتليت وصور الأقمار الاصطناعي أنا لا أباري أو لا أقف في مواجهة صف آخر ولكن أطرح وجهة النظر أو هذه ما توصلنا إليه حتى هذه اللحظة في هذا السياق وفي هذه الاعتبارات هنا يمكن أن نتحدث عن الاستراتيجية التي يتبعها الغرب نعم أؤمن معك تماما بأن الغرب يسعى إلى عزل روسيا ولكن من أعطى الغرب هذه المساحة لكي يعزل روسيا بهذه الطريقة ويمكن القوى الغربية من أن تنال ما تريده من روسيا روسيا بكل حال من الأحوال قوة وازنة في العلاقات الدولية كانت تلعب دورا عاما ولكن إقدام الرئيس الروسي على هذه العملية العسكرية وما كان يمكن أن يحققه بالحجر العسكري دون الإقدام على عملية عسكرية يضيع فيها المدنيين بهذا الشكل لازم نشاهده إنما يؤثر على صورة روسيا إلى حد كبير شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي أشكرك جزيلا شكر سيد حسن زيتوني الكاتب والإعلامي من لندن على هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر